أجرى محافظ المينيا وسام القاضي جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدد من قرى مركز ملوي وشاملت الجولة تفقد المشروعات بقريتي دير البرشة ودير أبو حنس وذلك لمتابعة النسب وبعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها ومن أبرز المشروعات الجاري تنفيذها بقرية دير البرشة إنشاء نقطة إسعاف كمين النصرة وإنشاء محطة مياه وإنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعي والوحدة الصحية كما تفقد المحافظ عددا من المشروعات بقرية دير أبو حنس حيث شاملت تفقد أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحية وكذلك أعمال إنشاء الوحدة الصحية بالقرية